القصة دي كمان في أمر فرعي أثارت جدلاً شوية في قصة محمد أبو تريكا لاعب ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وهي انسحابه من الستوديو التحليلي للمباراة ولهي أن القصة دي فيها عدة جوانب يعني فيها جوانب إنسانية وفيها جوانب احترافية بكل تأكيد الجانب الاحترافي هو أنه المحل الموجود في الستوديو في القناة الناقلة بشكل حصري للمباراة علشان يضيف لك معلومة أو علشان يحلل لك كيف تم التعامل مع القصة هل هو يتطفق مع ده ولا كان المفروض حاجة تانية تتعمل في قصة إصابة المشجع هل هو ده التصرف الأمثل ولا لأ هل إحنا المفروض ننقل القصة دي عندنا ولا كان المباراة ما تتلعبش هو نظرته إيه علشان بينور دايما الواحد هو بيتفرج على التلفزيون أنا حضرتك حضرتك اللي بيكون عندنا أراء لما بنسمع أراء تانية سواء مع زينا أو مختلفة عندنا ده بيفيدنا إن إحنا بنبدأ نشوف تناول مختلف لأن كل واحد فينا عاش تجربة مختلفة تخليه فكر في أي قصة بشكل ما مش تازم يبقو زي بعض فأنت بتتكلم عن إجم كورة فمهم إنك تسمعه هو ده الدور بتاع المحلل أو الإعلامي إن إحنا نقعد نتناقش مع بعض فاحترافيا كنت شايف إنه الأفضل الاستمرار ولكن إنسانيا فيه فيه تجربة تجربة مثلا مباراة الأهلي والمصري اللي عاشها كابتن أبو تريكا كانت قصة صعبة فهو عنده حاجة أنا ما عاشتهاش وإنت ما عاشتهاش وإنت ما عاشتهاش فمفهوم وعجبني مثلا إنه هو قال إن أنا أنا أخطأت إن أنا حضرت كملت مباراة فنلندا والدينميرك فبالتالي بتدرك خطأ إلى إن الجمهور زاعل مني ما ادعاش البطولة قال إن أنا بصراحة الجمهور زاعل مني ساعتها فأنا مش عايز زاعله مني تاني هو عنده شعبية غير كونه كروي كبير كلاعب عمل شعبية من مواقف إنسانية مع الجمهور فمش عايز يفقدها مفهومة لكن احترافيا المشكلة بس هو إنه ده دورك إنك تتكلم فيها وبيبقى حاجة إيجابية إن الواحد يسمع ويستفيد من قصتك اللي أنت عاشتها مع قصة زي دي خصوصا إن المشجع تم الاطمئنان عليه والمباراسته كملت وخصوصا واحترافيا وإنسانيا برضو بمعنام التكلم إنسانيا رأيي إنه هذا الموقف يحرج الإعلامي الزميل اللي هو في هذه الحالة المتقلق محمد سعدون الكواري والكابتن طارق دياب وزير الرياضة التونسي السابق ونجم منتخب تونس السابق لأنه لو حد اتفق مع تحرك أبو تريكا هيلوم بالتبعية ليه أنتوا كمان كملتوا ليه ما مشيتوش أنتوا كمان فده أمر محرك زي برضو ما حصل في مباراة الأهلي ومبي ساعتها لما لعيبة الأهلي زعلوا لأنه بقوا شكلوا موحش بعد موقف أبو تريكا لكن ده ما يمنعش إن الأمر إنسانيا ما تقدرش أبدا تدخل في النيات وتقول دي أفوارة دي مبلغة ده لعبة على وطر الجمهور لأنك عمرك ما تكون عشت اللي أنا عشته ولا أنا عمري أكون عشت اللي أنت عشته فدعونا نبتعد عن النيات